السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية النهاردة بفضل الله معدنا مع فيديو هام جدا المدارس التكنولوجية بعد تلتة عدادة التي تخص البنات زي ما حضراتكم عارفين ان في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن انواع المدارس بعد تلتة عدادة التي تخص البنات وقلنا على انواع كتير النهاردة ان شاء الله هنتكلم على المدارس التكنولوجية اللي بتقبل البنات وتخصصتها مناسبة للبنات بس أزان حضرتك لو أول مرة تشاهد القناة شرفني بالاشتراك وننسى شفاني الجرس عشان إن شاء الله يجي لكل جديد وتشار الفيديو عشان غيرك يستفيد الحقيقة شباب المدارس التكنولوجية زي ما حضرتكم عارفين من المدارس المهمة بعد تلت عددي عشان تقدم فيها لازم يكون ليك مجموعة معين خصوصا الموضوع بيتوقف على المدرسة اللي في محافظة حضرتك طبعا التخصصات بدايتها كتير وعشان تقدم زي ما قلنا لازم تكتاز اختبارات الكبول اللي إن شاء الله بنساعدكم فيها أسفل فيديو بتاع النهاردة قناة التليجرام بنساعدكم في موضوع الاختبارات بنقول لك الاختبارات دي عبارة عن إيه وبنوفر لك المادة بتاعتها يعني حياة كتير إن شاء الله تستفيدوا منها طيب تعالوا مع بعض كده نبص على المدارس اللي بعد تلت عددي والتي تخص إيه البنات عندنا يا شباب أول حاجة هنتكلم على تخصص الزكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات هذا التخصص المستقبلي الهام جدا المدارس اللي بتقبل من البنات يا شباب عندنا مدارس دولية زي مدرسة أحمد دفالة الدولية موجودة في محافظة أسيوت المدرسة دي يا شباب بتاخد بنين وبنات بالمناسبة السنة اللي فاتت خارت من 220 درجة طبعا تخصص المدرسة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي عندنا مدرسة تانية مهمة جدا مدرسة السويدي الدولية موجودة في 6 أكتوبر في الجيزة برضو يا شباب خارت السنة اللي فاتت 220 درجة والإنجلش 48 تقبل بنين وبنات وطبعا التخصص بتاعها تطوير البرمجيات وخلي بالك ان تنسيق السنة ده مش هتغير ان شاء الله عن السنة اللي فاتت ولو حصل تغير هيكون تغير بسيط عندنا معاكدة مدرسة إيفا الدولية في 6 أكتوبر بالجيزة 220 درجة برضو الإنجلش 48 بتقبل بنين وبنات تخصصتها تطوير برمجيات وتشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية تمام كده يا شباب يبقى دي مدارس دولية تخصصها زكاء إصطناعي عندنا كمان يا شباب مدرسة آي تيك يفضل طبعا اللغة الإنجليزية موجودة في الشروق محافظة القاهرة خالت السنة لفاتت 250 درجة وبتقبل من محافظات القاهرة الكبرى اللي هي القاهرة الجيزة الأليوبية ويتخصص بداحة تكنولوجيا المعلومات نجيب بعد كده لمدارس وي وطبعا مدارس وي يا شباب لها فروع في كل المحافظات أو في معظم المحافظات وتقدر تقدم في الفرع اللي قريب من حضرتك من أي محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية لها فروع كتير جدا يعني عندنا في القاهرة موجودة في مدينة نصر وعندنا كمان في الشيخ زيد في الجيزة وكمان يا شباب موجودة في الأسكندرية ومحافظة المينيا وموجودة في الدهة أهلية المنصورة وعندنا محافظة السويس ومحافظة الواد الجديد وفي جنوب سينة وفي أسيوت يعني ليها فروع كتير سيادتك أو سيادتك بقى من أي محافظة تقدر تقدم في الحاجة اللي قريبة من حضرتك في الفرع اللي قريبة من حضرتك ومدارس كلها لها تعيبا نفس النظام والتخصصات بتاعتها اتصالات شبكات وأمن المعلومات تطوير مواقع وبرمجيات التنسيق بتاحها شبكة 250 نازل ويفضل طبعا إيجارة اللغة الإنجليزية عندنا مدرسة كمان اسمها المدرسة الموجودة في مصر الجديدة في القاهرة بداخد من جميع المحافظات كانت التنسيق بتاحها 250 درجة والإنجليش والرياضة لا تقل فيهم في تالت عدد عن 90% التخصص بتاحها تكنولوجيا الفنون الرقمية والألعاب الزكاء الاصطناعي في المرأبة والإنذار مدرسة ظهر 230 درجة بتقبل من بورسعيد والإسماعيلية والسويس وهي موجودة في شمال بورسعيد محافظة بورسعيد طبعا تخصص تكنولوجيا للمعلومات والشبكات الصيانة الكهربائية تشغيل وصيانة معدات الطاقة تخصص اللوجيستيات وعندنا كمان مدرسة ستب المدرسة دي يا شباب كانت 110 وعكرة نزلت 190 بتقبل من محافظة صهاج فقط وهي موجودة في كورنيشن نيل بجوار البنك التجاري الدولي لمحافظة صهاج تخصصها الزكاء الاصطناعي وعندنا كمان مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية ببدر تخصص زكاء اصطناعي خارقة من 210 والتقديم من محافظات القاهرة الجيزة الأليوبية الشرقية السويس ما كانها فين يا مستر في مدينة بدر محافظة القاهرة ومدرسة NTG للتكنولوجيا التطبيقية تخصص برمجة قواعد بيانات إدارة مشاريع تقبل من جميع المحافظات خدستانة الفاتة 230 درجة 90% في اللغة الإنجليزية وكمان الرياضيات موجودة في القاهرة في مدينة الشرق تمام كده يا شباب؟ عشان سيادتك برضو تبقى عارف دي المدارس التكنولوجية اللي ده تخص الزكاء الاصطناعي زي ما قلنا والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات تعالوا نكمل ونشوف التخصصات برضو اللي تناسب البنات من المدارس التكنولوجية التطبيقية نيجي بقى لتخصص تاني برضو من التخصصات اللي ممكن يعني تناسب البنات أو بعض البنات يختارها في المدارس التكنولوجية هو تخصص السيارات عندنا مدرسة مجموعة فوركس فاجن ده تخصص إصلاح وصيانة السيارات بدأخذ من محافظات القاهرة الكبرى وخدت السنة اللي فائدة الشباب 230 درجة موجودة فين؟ يا مستر موجودة في محافظة القاهرة حي الأسمرات نيجي بعد كده مدرسة غبور واحد خلي بالك إن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية خدت السنة اللي فائدة 220 درجة واللي قدر يقدم لها أي حد من جميع المحافظات خريج الطلاب تلت عدادي اللي من جميع المحافظات إلى أنوان محافظة القاهرة مدينة 15 مايو عندنا بعد كده مدرسة غبور 2 الدراسة باللغة الإنجليزية خدت السنة اللي فائدة 220 درجة وتقدر تقدم لها برضو من جميع المحافظات التخصص بتاحها سيانة وأسلاح السيارات موجودة في محافظة الجيزة مدينة 6 أكتوبر نجيب على كده يا شباب عندنا مركز التمييز قطاع الصناعات الهندسية موجود في منطقة زنهم محافظة القاهرة هذا المركز يا شباب بياخد من البنين والبنات 210 درجة تخصصات ميكانيكا صيانة وإصلاح كهرباء تحكم آلي تشغيل معادن معلاش يحب نقول ليه لأن في مركز تمييز تاني قطاع السيارات موجود في مدينة العبور محافظة الأليوبية بياخد بنين وبنات تخصصات إصلاح حياكل السيارات دهان السيارات ميكاترونيك السيارات نيجي بقى للمدارس يا شباب اللي هي تخصصها يعني يميل بقى للسياحة والفنادق والكلام الجميل دوت عندنا يا شباب مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية بتقبل من محافظة بورس عيد فقط خدت السنة اللي فاتت 210 وهي مجودة طبعا في محافظة بورس عيد التخصص بتاعها تكنولوجيا انتاج وتصنيع الألبان نيجي بعد كده شباب لمدرسة عمار محافظة الجيزة الشيخ زيد بتقبل من محافظات القاهرة الكبرى خدت السنة اللي فاتت 230 درجة ومرحلة تانية 190 المجال الفندوقي بتاعها تشغيل الفنادق وفيها مجال عقاري اللي هو تشطيبات وبنية تحتية نيجي بعد كده لمدرسة نهضة مصر خدت السنة اللي فاتت 22 درجة ومرحلة تانية 190 بتاخد من القاهرة الكبرى زائد الفيوم وهي موجودة في محافظة الجيزة مدينة 6 اكتوبر التخصصات بتاعتها شباب سيونة المنشآت الأغذية والمشروبات فنون الطاهية عندنا بعد كده مدرسة صناع الغد بتقبل من القاهرة الكبرى خدت السنة اللي فاتت 230 درجة موجودة في الشروق في القاهرة طبعا التخصص بتاعتها تنسيق الحدائق وعندنا طبعا مدرسة الشهيدة احمد تعلب الفندقية موجودة في مدينة نصر في القاهرة خدت السنة اللي فاتت 210 ونزلت 200 درجة وبتقبل من القاهرة والجيزة والأليوبية التخصص بتاعتها إدارة وتشغيل مطاعم وعندنا كمان مدرسة عمار 2 بتقبل من الشرقية وخدت السنة اللي فاتت 230 درجة موجودة في الجيزة في الشيخ زايد تخصص مجال عقاري تشتباط وبنية تحتية ومجال فندقي تشغيل مطاعم وعندنا يا شباب برضو مدارس بقى يعني فيها تخصص صناعة الأدوية والكلام الجميل دوت عندنا مدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية التطبيقية خدت السنة اللي فاتت 230 درجة وطبعا مهم جدا إيجارة اللغة الإنجليزية وتقبل من محافظات القاهرة الكبرى التخصص بتاعها يا شباب صناعات حيوية صناعات دوائية مساعد صيدلي وعندنا كمان مدرسة سيد بيك للتكنولوجيا التطبيقية تخصص بترو كيمويات من 210 درجة بتقبل من محافظات الأسكندرية ومطروح والبحيرة هي موجودة في محافظة الأسكندرية في برج العرب وعندنا مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية تخصص صناعة أدوية تقبل من جميع المحافظات موجودة في الجيزة في حضائق أكتوبر خارج السنة اللي فاتت 250 درجة وطبعا يفضل إيجارة اللغة الإنجليزية الجميل بقى يا شباب إن عندنا مدرسة الهيئة العربية للتصنيع المدرسة دي على فكرة متخصصة في تشكيل معادن صناعة الطائرات هيدروليكا الطائرات تصنيع دوائر كهربائية للطائرات بتقبل من محافظات القاهرة الجيزة الأليوبية خارج السنة اللي فاتت 230 درجة هي موجودة في حلوان محافظة القاهرة الحقيقة المدرسة دي من المدارس الفريدة في التخصص بتاعها وبتاخد بانين وبنات في بعض المدارس الأخرى بقى يا شباب اللي هي تعتبر يعني تخصصاتها مختلفة عنين اللي احنا قلناها فعندنا يا شباب برضو مدرسة الإمام متولي الشعراوي محافظة القاهرة في التجمع التالت وخلي بالك المدرسة دي خادت السنة اللي فاتت 210 درجة تقبل من القاهرة والجيزة والأليوبية التخصصات بتاعتها تشريبات معمارية تبريد وتكييف الكهرباء الشبكات المتخصصة للمنشآت تمام كده يا شباب يبعدين مدرسة الإمام متولي الشعراوي عندنا يا شباب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات موجودة في محافظة القاهرة بمدينة بدر خادت السنة اللي فاتت 210 تقبل من محافظة القاهرة الجيزة الأليوبية الشرقية تخصص ميكاترونية تمام كده عندنا مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية الدراسة باللغة الإنجليزية بتقبل من جميع المحافظات خادت السنة اللي فاتت 250 درجة موجودة في مدينة السلام في القاهرة تكنولوجيا الميكانيكا تكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات عندنا بعد كده مدرسة إلكترو مصر 230 درجة بتقبل من القاهرة الكبرى موجودة برضو في مدينة السلام في القاهرة سيانة كهربائية والأتمتة الصناعية وعندنا شباب تخصص نادر برضو في مدرسة إيجيبت جولد بتقبل من القاهرة الكبرى خادت السنة اللي فاتت 250 درجة اللي إنجليزي ما قلش عن 80% التخصص بتاحها زي ما قلنا نادر تخصص تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات عندنا بعد كده مدرسة بي تيك بتقبل من القاهرة الكبرى 130 درجة محافظة القاهرة حي الأسمرات تخصصها يا شباب تجارة وتسويق وخدمات لوجستية عندنا بعد كده يا شباب مدرسة الفنون بتقبل من القاهرة الكبرى خادت السنة اللي فاتت 210 وبتقبل من القاهرة الكبرى والفيوم وبني سويف موجودة في العمرانية محافظة الجيزة التخصصات بتاعتها طبعا تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة الصوت التصوير تحريك ديكور العروض الفنية تفصيل ملابس العروض الفنية ميكياج وأقنعة دي مدارس يا شباب تخصصاتها مختلفة تخص البنات أو مناسبة للبنات عندنا بعكرة مدرسة متحة السويد المشتركة المدرسة دي يا شباب تخصصها فن تباعة خلت من 230 درجة وقل المجموعة بتاحها 190 بتقبل من القاهرة والشرقية والإسماعيلية هي موجودة طبعا في محافظة الشرقية منطقة العشر من رمضان الصناعية عندنا مدرسة إفرو إيجيبت المدرسة دي موجودة في محافظة الشرقية في العشر من رمضان تقبل من محافظة الشرقية خلت من 230 درجة تخصصها تكنولوجيا تصنيع الأثاث عندنا مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بدأت من 210 وصلت لمية وستين درجة بتقبل من القاهرة الكبرى محافظة القاهرة موجودة طبعا في مصر القديم محافظة القاهرة تخصصات تكنولوجيا صب وتشكيل والنقش وزخرفة الفخار والخزف مدرسة جين سكار خلت من 180 درجة بتقبل من القاهرة الكبرى موجودة في القاهرة الجديدة محافظة القاهرة وطبعا تخصصها الصناعات المتكملة لفرش السيارات واليخوت والطائرات عندنا مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء تخصص فحص واختيار بلوكات الرخام الصيانة العامة لخطوط الجلي صيانة شاسيهات سي بي دي خرية السنة اللي فيها 800 درجة ويفضل ايجادة اللغة الانجليزية هي موجودة في محافظة بنسويف وتقبل جميع المحافظات طبعا يا شباب التخصصات دي مختلفة ممكن اللي حضرتك ما تقبلهوش غيرك يقبله والعكس تمام كده؟ كلها تخصصات مطلوبة اهم حاجة اللي تحب تخصص معين وشافة ان الشروط منطبقة عليها وحب هذا التخصص تقدم وان شاء الله خير مدرسة البنك الاهل المصري للتكنولوجيا التطبيقية تخصص كهرباء ده للبنات تخصص ملابس جهزة بنين وبنات تخصص ميكانيكا للبنين فقط وتقبل من جميع المحافظات موجودة في القاهرة في مدينة بدر نفضل طبعا ايجادة اللغة الانجليزية خارجة السنة اللي فاتت من 200 درجة عندنا بعد كده مدرسة بي اس ال لتكنولوجيا التطبيقية تخصص فني لاندسكيب محترف موجودة في القاهرة في مدينة بدر خارجة السنة اللي فاتت من 190 درجة وبتقبل من جميع المحافظات يبقى ديها شباب على عجالة المدارس المختلفة للتكنولوجيا التطبيقية اللي بتقبل من البنات على اختلاف تخصصاتها واماكنها في اللي بياخد من محافظة معينة وفي اللي بيقبل من جميع المحافظات انا قلتها لحضرتك التخصصات بالمجموعة لحسب السنة اللي فاتت واللي مش هيتغير ان شاء الله السنة دي كتير اهم حاجة سيادتكم تبقى عارفين الخطوة الجاية ايه هي تبقى عارف المدارس المختلفة تخصصاتها ايه وبعد كده تبقى ان شاء الله تختار التخصص والمدرسة اللي انت حبيبهم عجبك الفيديو مننساش اللايك والشير ولو اول مرة حدركتشات فيها القناة شرفني بالاشتراك من استشفقين الجرس عشان ان شاء الله يجيل لك كل جديد وتشاري الفيديو عشان غيرك يستفيد واسفل الفيديو هتلاقي قناة التليجرام اللي ان شاء الله هتلاقي فيها حيات كتير ان شاء الله تخص الاختبارات بتاعت المدارس التكنولوجية هتفيدك بأمر الله كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته